مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم لحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع نتوقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لأن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية دافئة وبالتالي سيطرأ هذا الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز سبعة وخمسون فرعا في المملكة لخدمتكم مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ إن شاء الله من يوم الأحد يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تكون أعلى من معدلاتها ما بين ثلاث إلى أربع درجات مئوية الأجواء مشمسة لطيفة أثناء النهار لكنها تميل إلى البرود ليلا المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 23 والصغرى 14 المرتفعات الوسطى 19-11 المرتفعات الجنوبية 17-9 والأغوار 26 إلى 17 درجة مئوية العقبة 26 إلى 17 أجواء معتدلة في النهار لطيفة في الليل وكذلك الأغوار معتدلة نهارا لطيفة ليلا والبادية الجنوبية الشرقية 21-8 والبادية الشرقية 25 إلى 13 درجة مئوية يوم الأثنين إن شاء الله يترى ارتفاع أو توالي درجات الحرارة ارتفاعها بحيث تكون الأجواء لطيفة أثناء النهار تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر أجواء مشمسة لطيفة دافئة نسبيا أثناء النهار العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 25 والصغرى 16 عمان والمرتفعات الوسطى 22-13 والمرتفعات الجنوبية 20 إلى 11 وأيضا الأغوار بحدود 30 إلى 20 درجة مئوية الأغوار والبحر الميت أجواء معتدلة أثناء النهار لطيفة أثناء الليل وكذلك العقبة معتدلة نهارا لطيفة ليلا 30-19 البادية الجنوبية الشرقية 22 إلى 9 والبادية الشرقية 25 إلى 12 درجة مئوية يوم الثلاثة أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح الأجواء أو درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية أجواء لطيفة أثناء النهار تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 25 والصغرى 15 المرتفعات الوسطى 23 إلى 12 المرتفعات الجنوبية 20 إلى 12 الأغوار 31 إلى 20 درجة مئوية وكذلك العقبة 31 إلى 20 والبادية الجنوبية الشرقية 23 إلى 11 والبادية الشرقية 25 إلى 12 درجة مئوية الأربعاء أيضا أجواء مشمسة درجات الحرارة أعلى من المعدل أجواء لطيفة في النهار ودافئة وأيضا تميل إلى البرود قليلا أثناء الليل خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 26 والصغرى 14 المعمان والمنطقة الوسطى 23 إلى 13 والمرتفعات الجنوبية 20 إلى 13 والأغوار أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا 32 إلى 22 وخليج العقبة أيضا معتدلة إلى حارة نسبيا في النهار ولطيفة أثناء الليل 32 إلى 22 البادية الجنوبية الشرقية 24 إلى 12 والبادية الشرقية 27 إلى 13 درجة مئوية دوم الخميس تستمر الأجواء أيضا مستقرة وتستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ويستمر الجو لطيف ودافئ أيضا أثناء النهار ويميل إلى البرود قليلا أثناء الليل خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر لكنه معتدل إلى حار نسبي في الأغوار والعقبة الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 26 والصغرى 14 عمان والمرتفعات الوسطى 24 إلى 13 المرتفعات الجنوبية 23 إلى 15 والأغوار 33 إلى 23 درجة مئوية والعقبة 33 إلى 22 البادية الجنوبية الشرقية 26 إلى 15 والبادية الشرقية 30 إلى 15 درجة مئوية يوم الجمعة تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض التدريجي والقليل بإذن الله لكن تبقى أعلى من معدلاتها في مثل هذا المقبل السنة وتبقى الأجواء اللطيفة إلى دافع نسمية نهارا مع ظهور بعض السحب المنخفضة أو على ارتفاعات مختلفة المنطقة الشمالية العظمى المتوقعة 24 والصغرى 14 المنطقة الوسطى 22-14 المنطقة الجنوبية أو المرتفعات الجنوبية 22 إلى 14 الأغوار 33 إلى 22 درجة مئوية أجواء حارة نسبية نهارا معتدلة ليلا وكذلك العقبي حارة نسبية نهارا معتدلة ليلا 33 إلى 22 والبادية الجنوبية الشرقية 28-18 والبادية الشرقية 30 إلى 15 درجة مئوية إذن ارتفاعات متوالية خلال أيام الأسبوع القادم بحيث تصبح الأجواء دافئة نسبية أثناء النهار لكنها تميل إلى البرود قليلا بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر سنشهد الدفئ إن شاء الله قلال النسبي قلال هذا الأسبوع مشاهدينا شكرا لمتابعتكم نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده CFI المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم شكرا للمشاهدة